أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير مبررة في أسعار السلع إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك وأكدت الوزارة جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد أيضا من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية كالامتناع عن البيع وتخزين السلع وعدم إعطاء الفواتير وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فوريا عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوة من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الانترنت